موسيقى ها قد وصلنا اخيرا الى المرحلة الختامية من طواف السعودية الفين واثنين وعشرين مرحلة اخيرة متبقية حول بلدة العولى القديمة وسيتحدد بمجيبها الفائز في هذه النسخة الثانية الحظوظ تميل لصالح ماكسيم فانجيلز بعد فوزه الرائع بمرحلة الامس ينطلق البلجيكي مع افضلية ست وثلاثين ثانية اليوم سيخود الدراجون في المرحلة الختامية مرورا بتجاه عقارب الساعة لما يقارب 140 كيلومترا ضمن مسار مغلق حول بلدة العولى القديمة المسار مستوى باغلبه من دون توقعات بوجود رياح قوية لذا ستكون مهمة صعبة لدراجين مثل سانتياغو ويتراكو روي كوستا لتقلص الفارق خلف فانجيلز هذه المرحلة سيكون التفوق فيها للدراجين المختصين بالسرعة على المسارات المنبسطة بدأ الكثير من الدراجين بالهجوم مع ابتعاد اربعة دراجين في الامام لم يكن من المفاجئ رؤية مارتن اوريانستاد بينهم لمحاولة اقتناص الفوز كأكثر الدراجين نشاطا انضم النرويجي إلى منافسه اليوناني بولي كرونس وكذلك زميله آنتون شارميك الذي بدأ المرحلة سابعا ضمن الترتيب العام رابع الدراجين هو جانيك ستايملي حاول لواء كويكستاب لكن حضور شارميك كان يعني ان مجموعة المقدمة البلوتون لم تتركهم يبتعدون كثيرا عمل لوتو سودال على حماية قميس فانجيرز الاخضر عبر وضع توماس دوغانت في المقدمة بقي الفارق ثابتا بحدود دقيقة مع العودة باتجاه العلا وسعد دراجو السرعة لقسم متسارع حتى النهاية نظريا يعتبر ديلين جرونوفيغن الفائز بالمرحلة الثالثة وكالب ايون الفائز بالمرحلة الاولى المرشحين الابرز للفوز بولي كرونس كان اولى المتراجعين مع هذه اللقطات الرائعة من منطقة الحجر التراثية حاسم يورينستاد القميص الازرق مع تصدر الركب للمرة الاولى ومن ثم تراجع لاحقا الى مجموعة المقدمة قرر ستايملي التقدم لوحده وترك شار من خلفه وبدأ ان الالمانيا تجهو وحيدا في المقدمة لكن مجموعة البلوتون لم تترك بقيادة بايك اكشان جايكو ولوتو سودال في النهاية لاحق دراجو السرعة بستايملي مع الاتجاه الى اللفة الاخيرة حول بلدة العولى القديمة زميله تيم دوكلارك عانى من بعض التأخر بينما كان فريق بحرين فيكتوريوس في الصدارة الجميع يتجه الى قسم السرعة سرعة مذهلة أخرى من ديلان جرونوفيغن الذي أحرز فوزه الثاني بأحدى المراحل في طواف السعودية نعم لقد كان عاملا رائعا من الفريق عبر وضعي في موقع جيد جدا وقبل مئتي متر على نهاية وضعني لوكا في مركز جيد للغاية لقد قام بحركة جيدة جدا إلى اليمين وبات لدي متسع للتقدم بحرية كبيرة لقد كان قسم سرعة جيد أحرز جرونوفيغن فوزه رقم ثمانية وخمسين ضمن مسيرته المهنية مرة أخرى حقق داليم مكلي المركز الثاني خلف الهولندي بينما أحرز دافيدي باليريني أفضل نتائجه هذا الأسبوع لقد خسر لوتو سيدال المعركة اليوم بسبب انثقاب إطار دراجة إيوين لكنهم فازوا بالحرب يا لها من لحظة رائعة للدراج اليافع ماكسي فانجيرز بعمر 22 عاما أعتقد نعم حدفي هو تحقيق نتائج جيدة في المراحل خلال أسبوع واحد وضمن الطوافات التقليدية فانجيرز حافظ على فرق 36 ثانية أمام بويتراغو ليحرز الفوز بطواف السعودية على خطف الباوهاوس منذ عامين أكمل كوستاد، ذي كلارك، فان بوفال ترتيب المراكز الخمسة الأولى فوز جرونوفيلد يعني أنه امتزع القميص الأحمر من إيوين محرزا الفوز ضمن ترتيب النقاط تمسك أوريانستاد بالقميص الأزرق منذ البداية وحتى النهاية فانجيرز أحرز القميص الأبيض قافضة لدراج الناشئ بينما أكمل بويتراغو وشارمينغ مراكز منصة التتويج شكراً لكم على حسن المتابعة طوال منافسات النسخة الثانية من طواف السعودية نأمل أن تكونوا قد استمتعتم نراكم مجدداً العام المقبل